زراعة النخاء العظمي من أهم النقائص التي تواجه المرضى الجزائريين ليجدوا في تركيا ملاذا لهم من أجل قيام بهذه العملية الحساسة بالرغم من ارتفاع تكاليفها الفريق الطبي الذي عالجت طفل فؤاد متفائل بتحسن حالته الصحية خاصة بعد نجاح العملية من الجزائر استقبلنا فؤاد كان هناك توفق بينه وبين والده وعملنا له عملية زراعة نخاء عظمي وكانت ناجحة بعد سنة سنراحظ أن العيوب التي كانت عنده ستختفي بإذن الله العلاج في تركيا لا يقتصر على زراعة النخاء العظمي وإنما حتى الحالات المعقدة خاصة السرطان مما دفع بأكثر من 1500 جزائري للتداوي في تركيا هذا العام استقبلنا في سنة 2016 تقريبا 1500 مريض من الجزائر اتصلوا بنا عن طريق الانترنت وعملنا لهم تخفيضات خاصة بالنسبة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى بالرغم من أن تكاليف العلاج تبقى ضاهظة إلا أن المرضى الجزائريين يطالبون الحكومة بتقديم تسهيلات ليس لدفع تكاليف العلاج وإنما من أجل تمكينهم من تحويل الأموال إلى تركيا